حرب العصابات في الثورة الجزائرية بعد مؤتمر الصمام أولاً حرب العصابات في المدن الحلقة الثانية عشر من سلسلة أسلوب حرب العصابات في الثورة التحريرية الجزائرية السلام عليكم مرحباً بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك تتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات شكل مؤتمر الصمام المنعقد في عشرون عود الف وتسعمية وستة وخمسون ميلادي نقل نوعية في تطوير وتنظيم الكفاح المسلح رافقه نوج ووعي لدى الجماهير الشعبية وهو ما أدى إلى تصاعد وطيرة الانتصارات فبعدما كانت الحرب مركزة في الريف انتقلت إلى المدن من جهة وعلى الحدود من جهة أخرى وتم نطلها إلى فرنسا تذايتا الأمر الذي جعلها تغير استراتيجيتها باستمرار أولا حرب العصابات في المدن لا شتى أن الريف هو المكان الأمثى لحرب العصابات نظل لما يتميز به من خصائص جغرافية مع ذايتا لا يمكن انتار دور المدينة التي نالت اهتمام قادة الثورة منذ بداية العمل المسلح حيث كان المجاهدون يطمون بعمليات فيدائية ضد غولات المعمرين والخوانة ومع تطور التفاح دعت الضرورة لإنشاء تشتيلات فيدائية في شكل خلايا لتتعرف فيما بينها وذايتا حفاظا على مبدأ السرية وغالبا ماتان الفدائيون من ستان المدن لدرايتهم بشوارعها وممراتها وطالت العمل الفدائية إلى جانب التصفية الجسدية وضرب المؤسسات التبرى للمستعمر مرات زخرة المطاهي والحانات إلى آخره رافقه تتتم الشعب عن الفاعلين وهو ما جعل السلطات الاستعمارية تشعر بأن الشعب الجزائي كله فدائي وإشارة في العمل الفدائي الرجال والنساء وحتى الأطفال ومع انعطاد مؤتمر الصومام تان نقل الحرب للمدن أحد مطرراته التي تهدف إلى إعطاء مردود إضافي للثورة رافقته جهود المحافظين السياسيين والمجالس الشعبية المؤطرة للشعب في المدن والأرياف ولعل من بين أهم الدوافع المساهمة في نقل وترثيف العمل الفدائي في المدن ما يلي فتح الحصار عن القرى والمداشر التي ظلت تتعرض لأقبال العمليات المسلحة هذا من جهة ومن جهة أخرى الارتراب من الجماهير وتحسيسها بدورها الفعال في التفاح وتمون جيش التحرير من خلالها استباح القوات الأمن والجيش الفرنسي للأحياء العربية وزرع الهلع والموت فيها بينما الأحياء الأوروبية تنعم بالأمن والسلام ومن هنا بدأ التفطير في توجيه ضربة موجعة للمستعمل ردا على تجاوزاته خاصة مع غض رجال السلطات الاستعمارية من أنثال دويمولي والاتوست الطرف عن العمل الإجرامية التي كانت تقوم بها المنظمات الفرنسية المتطرفة ضد المسلمين الجزائريين تتفجير مطر الاتحاد الديمقراطي للبيانة الجزائي بالعاصمة في جوان 1956 ميلادي وتفجير آخر في حي القصبة في الحادي عشر أوت 1956 ميلادي أصفرت عن العديد من القتلى والجرح المسلمين رفعت تعزيزات العسترية الفرنسية إلى 40 ألف جندي سنة 1956 ميلادي والمصادرة على قانون يمنح السلطات المطلطة لحكوم الديمولي لإطلط يدها في ممارسة القمع بالجزائر فراهن قيادة الثورة على نشر رعب وسط المستوطنين الذين سيطالبون بتوفي الحماية لهم مطابر ذايتا وبذايتا يتم مجرد قسم تابير من القوات الفرنسية إلى المدن الشروع في تنفيذ حكم الإعدام بالمقصلة في المحتوم عليهم تانى أولهم أحمد زابانة وعبدالقادر فراج في التاسع عشر جوان 1956 ميلادي الأمر الذي اعتبرته جبهة التحرير الوطني استفزازا خطيرا يستوجب الرد الفوري وفي هذا الشان يقول بنخدى إلى غاية ذاية التاريخ لم تكن جبهة التحرير الوطني تستهدف العناصر الأوروبية بشكل منظم بل كانت منشغلة بتعزيز مواقعها في الأوساط الشعبية العمل على إعطاء طابع السياسي للحرب من خلال الإشراف المباشر على الماكز الأول للشعب حيث نجد أن لجنة التنسيق والتنفيق رد استرارت بالعاصمة وذائت لضمان الحد العلى من الأصدار لالتفاح المسلح في الخارج عن طريق الدعاية فأي عمل فدائي في المدن هو عظم من أهم مرة في متان آخر وذائت لتوفره على أهم المؤسسات الإدارية والأسترية العمل على تجميد وجر أطبط رد ممكن من القوى العسكرية الفرنسية داخل المدن بهدف تخفيف الضغط عن الولايات والسماح لها بتنظيم صفوفها عمل السلطات الفرنسية على إيجاد روى ثالثة مناهضة لجبهة التحرير الوطني في المدن والأرياف ونفي الطابع الشعبي للثورة وإثارة البلبلة في صفوفها الأمر الذي قابلته جبهة التحرير الوطني بالتصدي ولو باللجوء للعنف اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد تما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد موسيقى شكرا